الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة أساد ساب توقيت جرينيتش موجز لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم أصدر الرئيس عبد الفتاح سيسي قراراً جمهورياً بتعيين طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية وأقدم الرئيس أسيسي شكراً لطارق عامر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسئولية البنك المركزي وأقبل اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه من جانبه قدم طارق عامر الشكر والتقدير للرئيس السيسي على مساندته له خلال فترة توليه منصبه حيث أكد أنه طلب الاعتذار لضخ دماء جديدة والاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة الرئيس السيسي أعربت مصر عن خالص تعازي ومواساتها للجزائر وشعبها الشقيق ولذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء الجزائريين أكدت وزارة الخارجية وقوف مصر الكامل إلى جانب الجزائر الشقيقة في هذا المصاب الأليم معربة عن صادق التمانية بالشفاء العاجل لجميع المصابين قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه إلى عائلات ضحايا الحرائق التي تشهدها بعض الولايات وتحديدا في ولايتي أطار فصطيف التي أسفرت عن مقتل 26 شخص وعشرات المصابين أعرب الرئيس الجزائري عن تمانياته بالشفاء العاجل للمصابين مؤكدا وقوف الدولة وتسخير كافة أجهزتها وإمكانياتها البشرية والمادية لإخماد الحرائق والتكفل بالمصابين وكان وزير داخلية الجزائري كمال بلجود أعلن عن سقوط 26 قتيلا جراء الحرائق التي نشبت في عدة ولايات بالشرق الجزائري صدق الرئيس التونسي قيس سعيد على إصدار الدستور الجديد معلنا بدء العمل به وفي كلمة له بتلك المناسبة قال الرئيس التونسي إن هذا يوم من الأيام التونسية التاريخية الخالدة وهي كثيرة مشيرا إلى أنه تم تصديقه على الدستور لبدء العمل به بشكل فوري أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الدول الغربية تشجع كييف على مواصلة قصف محطة الطاقة النووية في زابوريجيا وذلك عبر استمرار إمدادها بالسلاح وخلال مؤتمر الصحفي قال نائب مدير إدارة حظر الانتشار النووي والسيطرة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيجين فيتسكي قال أنه لا يمكن إطلاق النار على المنشآت النووية متهما الجانب الأوكراني بالتورط في الإرهاب النووي أشار إلى أن كييف تواصل قصف محطة الطاقة النووية في زابوريجيا مشددا على أنه من دواع القلق الشديد أن يتلقى الجانب الأوكراني الدعم في هذا الشأن وهو ما يمكن أن ينتهي بكارثة لقي أربعة أشخاص مصرعهم وفقد سبعة وعشرون أخرون في فيضان نهر في شمال غرب الصين أعلنت السلطات المحلية ارتفاع مستوى المياه بشكل مفاجئ في منطقة جبلية بمقاطعة شانجهاي مشيرة إلى استمرار أعمال البحث والإنقاذ السلطات أوضحت أن وسط وجنوب البلاد يشهدان عادة هطول أمطار غزيرة في أواخر الربيع وأوائل الصيف لكن الصين تواجه ظروفا مناخية قاسية هذا العام نهاية الموجز نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفصل